ساكن قصادي طبعاً يعني خيراء أحمد وسناء جميل وده كان آخر مسلسل آخر مسلسل الوالد توفى هو في جزء تاني منه وهو بيؤدي الدور يعني تذكر لحظات الأخيرة حصل لغاية آخر يوم كان بيصور إنه المسلسل كان بتعرض في رمضان والوالد توفى في رمضان فكان عادة هم بيوش خلصوا لسه المسلسل يعني بيشتغلوا والحلقات تتعرض على طول في نفس الوقت فالوالد في اليوم ده كان راح صور وقدى دوره وخلص تصوير ورجع البيت وفطر معهم كان صايم وفطر وبعد الفطار توفاه الله يعني كان بيشتكي من أي حاجة؟ أبداً كان في أحسن حالاته هو الوالد أما كان يعني ييجي عليها أوقات ما يبقاش فيه شغل تبص ليه تحسي إنه تعبان أما يكون بيمرتبط بعمل أو بينزل وممكن في توقيت يعني يمكن تصويري بقى ساعة 4 صبح أو 3 صبح تبص ليه في منتهى النشاط والحيوية والقوة لغاية آخر لحظة فكان متقلب غدا ونفيش أي حاجة وبكانش فيه في حالة مرضية يعني كان حالته الصحية طبيعية جداً وكان كل شيء كويس الحمد لله وبس الأجل جيه فتوفى فكمله المسلسل وهو مش موجود وفات بنته يعني شقيقة حضرتك توفت وكانت صغيرة وهو كان بيعمل مسرحة بالزفت وعمل المسرحة بالزفت طلع وصمم إنه يطلع على المسرح يومياً كان في مسرح الدولة وكان بيعمل المسرح وقال له طبعاً نقفل يعني أنا اعتذر للناس فقلق المسرح وفيه عمال بيسترزقوا ده رزقهم وفيه جمهور دافع تذاكر وصمم إنه يروح فعلاً وراح ومثل وقدى دوره ودحك الناس كان مش رايس ما يطابه بعدين ودحك الناس وكله ثم بعدين طلعوا قالوا على المسرح قالوا محمد رضا جاه وأصروا إنه يمثل بالرغم إنه كانت في ظروف صعبة جداً إنما هو مارداش يعني طبعاً كان لها تأثير على الناس جامد جداً يعني واقع